أعلن رياض سلامي مبارح أنه هو مستمر بضخ الدولارات بالسوق عبر بيعه بسعر صرف المنصة من خلال المصارف هذا الشيء بيعني الاستمرار بتبديد الدولارات على المدى المتوسط بغياب خط التصحيح مالي شاملي وبالتالي عودة الدولار للارتفاع بمجرد ما يبطل قادر مصرف لبنان يضخ دولارات بالنظر لمحدودية الأحتياطات المتباقية عنده توقيت العملية بيتفصل بالخدمات المتبادلة بين رياض سلامي والنظام السياسي أولاً أحزاب السياسية بحاجة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الناس قبل الانتخابات النيابية وتانياً رياض سلامي بحاجة للغطار السياسي بظل للضغوط القضائية اللي عم يتعرضها بالمحاكم المحلية والأجنبية تالتاً الحكومة حالياً عم تشتغل على الموازنة واللي حتشهد ارتفاع كبير بالرسوم والضرائب عبر تعديل سعر الصرف المعتمد لإحتسابها وكرمالها يكني بحاجة لتخفيف سعر الصرف بالسوق لتخفيف الأسعار لإيقدروا يزيدوا هذه الرسوم والضرائب اشتركوا في القناة